نحن هنا على بذع أمطار فقط عن مقر ولاية وهران أين تقع البناية رقم 34 المصنفة في الخانة الحمراء التي لم يتبقى منها سوى الهيكل الخارجي والتي تأوي عشر عائلات المفارقة تكمن في أن جميع المسؤولين وعلى اختلاف مستوياتهم بوهران على علم بمدى خطورة الإقامة هنا لكن لا أحد منهم تدخل لدينا دوسي 75 من 75 يتابعون الدوسي من السيد الذي يتابعون في الناس ويتابعون الدوسي لنفعل الدوسي أعطونا دكت على الواقع لدينا دو بيلتون شوبي الله يرحمهم حياتهم وميقعهم تليماتهم هنا في هذا الحوش هذا يا سيد الوالي رانو الجوارين كراك تفوت علينا الصباح والشياء وراك شايفنا الحشنا راهم هدم رانو في الريكس نبات ونرقدوا بالخوف والنضو بالخوف إلى الريح ما نقعدو إلى السف ما نقعدو أن تخطو بضع خطوات خارج هذه البناية فأنت في قلب المدينة أما بداخلها فالموت يتربس بهؤلاء في كل لحظة أصلا الوالي بروحها جاء عندنا الوالي ما درنا أنه الشاف دائرة المير يجو يزعقوا علينا اللفتات لهم بينين كل شيء له واضح حوش ترونت كانت معروف وما درنا أنه حتحل احنا في الصيف مغبولين في المجتمع مغبولين انه تكتر علينا جاء هنا للشاف دائرة يزعق علينا تروحوا للشهيرية دموع هذه العجوز بحاجة إلى من يكفكفها فهي والبقية يعلقون آمالا كبيرة على والي وهران الجديد بإدراجهم في عملية الترحيل المقبلة فهل يقوم الأخير بتحقيق حلم بات بعيد المنال وهو الحصول على سكن اللائق يعطي معنا لحياتهم ترجمة نانسي قنقر